كل شخص بيحب إنه شعره يكون كويس السيدات كتير بيحبوا يبيعتنوا بشعرهم لما يصير في تغيرات تقلبات سواء الهرمونية سواء بالبيتامينات نقص بيتامينات حتة الطقس لما يتغير كله عم بيأثر على شعرنا ولكن اليوم بدأ نحكي عن الشعر الجاف شوية العلامات اللي بتعطينا إنه شعرنا صار شعر جاف تمام غدا إذا بتسمحيلي بس أبدأ بمقدمة صغيرة عشان نقدر نحدد بالضبط هاي النقطة اللي حضرتك تفضلت فيها هلا في البداية خلينا نحكي شوي عن تركيبة الشعر 80% من تركيبة الشعر بروتينات 15% من تركيبتها ماء هذا الماء هو اللي بيحدد إذا الشعر راح يكون جاف أو مش جاف بعدين بيضل في عنا 1% هي جزيئات الصبغة وفي عندك 4% اللي هي كربوهايدرات معادن فيتامينات ودهون هلا عشان نطلع إشي من طريقنا قبل ما نبلش النقاش بشكل طبيعي جينيا بعض الأشخاص شعرهم جاف اللي هو إحنا بنسمي مثلا الأفروهير هدولة مشكلتهم بتكون إنه في عندهم نقص في الدهنيات وبتم تعويضه بالإشي اللي بسموه غريسينج أو تشحيم للشعر يعني بيستخدموا بعض المواد مثل الزبدة أو إلى آخره هاي حالة منفصلة خلينا نحطها عجنب لكن في البداية عجبني إنه بلشت تحكي في عوامل كتير مهمة بتخلي الشعر يجف وفعليا إحنا منعملها ومنخلي شعرنا يجف أولا الماء اللي إحنا منستحم فيه فيه كلور نسبة عالية كتير بتخلي الشعر ينشف ثانيا الكوندشن والتدفئة ثالثا عمليات استشوار المستمرة رابعا اللي هي عمليات اللي هي صبغ الشعر والهايلايتين والأشياء كلياتها بتخلي الشعر يجف ليه؟ لأنه نسبة الخمستاش بالمية هاي اللي موجودة من الماء داخل الشعر بتبلش أتقل تدريجيا فبيبلش الشعر شوي شوي يجف فإحنا جفاف الشعر جايينة جايينة يعني شيئنا أم أبينا يعني صدقا يعني بتدعم الماء اللي متحمام فيها للممارسات اليومية اللي منعملها فبنقص الماء بصير الشعر جاف هلأ بضل دورنا إنه إيش نختار من المواد اللي تخلي تعوض عن هذا الجفاف اللي سار أو تعوض المويتشر اللي موجود داخل الماء فبالتالي بطل الشعر جاف تمام يعني وهون بدنا نحكي عن كيف أغذي شعري يعني يوم عشان أغذي شعري لحتى دائما يكون بحالته الصحية إذا بدنا نحكي شو لازم أعمل؟ تمام دائما زي ما بنحكي الواحد لازم يثقف نفسه خصوصا بالأشياء المتعلقة بجسده وصحته صح ولا لا هلأ لما ندور على موضوع جفاف الشعر وكيف نغذي الشعر بالتالي نعوض عن فقط الترطيب اللي سار لازم ندور على واحد من أربع أشياء رقم واحد كتير ناس رح يستغربون اللي رح أحكيها الآن لازم يكون المنتجات فيهم سيليكون الناس بس تسمع كلمة سيليكون صارت تخاف بحكي لك أنه المنتج بما أنه هو منتج صناعي مية بالمية والمنتج اللي فيه سيليكون بيخلي الشعر يصير دل ويصير يكسر صحيح إذا كان السيليكون اللي موجود كان هو عبارة عن سيليكون من نوع يعني خلينا نحكي رخيص نوعا ما وما كان بذوب في الماء فبالتالي ممكن مع التقدم يعمل كوت على الشعر يمنع من تغذية الشعر من المغذيات اللي احنا منحوطها من برة فبالتالي يزيد في جفاف الشعر ولكن أي شيء بده يرطب الشعر لازم يكون فيه سيليكون ونوع جيد من السيليكون هذا الرقم واحد تمام الشغل الثانية عشان نخلص من المواد الصناعية وندخل في الطبيعي عشان نخلص من مواد الصناعية فيه أشياء اسمهم كاتيونيك سيرفاكتنس اللي هما موجودين بأي بلسم أو أي ماسك أو حمام زيت احنا مساقدموا للشعر اللي هما مادتين اسمهم سيتمونيوم كلورايد وبيترمونيوم كلورايد لازم يكونوا موجودين بأي كونتشنر أو أي بلسموهم موجودين من الأشياء اللي بتلاقيهم بالسوبرماركت للأشياء اللي بتلاقيهم بروفيشنل كثير أو اللي بتلاقيهم بالصيدرية لازم يكونوا موجودين وهدول بيعملوا على ترطيب الشعر خلينا كمان نحط هدول على جنب وندخل عاد في الأشياء الطبيعية في عنا حلين الحل الأول أنه إحنا نستخدم زيوت حكينا بجوز هنا على رؤية في مناسبات كثيرة في أكتر من مرة أنه لازم نختار زيوت ذات الوزن الجزيئي المتوسط بمعنى؟ بمعنى عندك الأشياء المعدنية الثقيلة مثل زيت الزيتون وزيت الخروع والآخرين ما بتنفع لأنه حجمها كتير كبير ما بتدخل جوا الشعر بالمقابل زيوت المتطايرة مثل زيت اللافندر وزيت النعنع والآخرين بتطاير فما بتنفعنا نعم خلينا نروح بالنص إيش عنا؟ عنا الأرغان أويل عنا الزيت اللوز الحلو سويت ألموند أويل عنا زيت خلينا نحكي اللي هو الكوتون سيد أو الرايس بران هاي الأشياء بتقدر تجيبها من عند العطار بتقدر تروح عنده مرحبا بدي شوية أرغان أو مرحبا بدي شوية زيت اللوز حلو وتخلطها مع الماسك أو الكونديشنر تبعك وبيزيد من فعالية ترطيب الشعر يعني بغض النظر عم تستخدم إشي كمان مرة حكينا من السوبر ماركت أو product professional بتقدر تضيف على الماسك تبعك شوية زيت اللوز حلو أو شوية أرغان وبصراحة بتزيد فعاليته وفي ترطيب الشعر بشكل رائع جدا تمام طيب بدنا نحكي عن مسامية الشعر والعلاقة بينه وبين جفافه دكتور تمام زي ما حكينا في البداية كنا قاعدين عم نحكي على موضوع إنه الشعر فيه 80% بروتينات البروتينات فعليا هي الهيكل اللي ماسك كل إشي جوه الشعر هلأ إذا تكسر هذا الهيكل أو فقدنا جزء منه شو بيصير؟ بصفي الأشياء اللي موجودة جوه الشعر حرة وممكن تطلع وتيجي والشعر بصير يخرب ويتكسر وبالتالي ينشف ويبطل يقدر يحافظ على لونه والآخره مسامية الشعر ترتبط بالشعر المتضرر الشعر المتضرر هو شعر الفاقد للبروتين فبالتالي لما نفقد البروتين الشعر يبدأ بالتضرر وبالتالي ممكن يصير مسامي واحد من الأشياء اللي بتصير فيه أنه بيبطل قادر أنه يحفظ الماء داخله ولما يبطل قادر يحفظ الماء داخله بيصير فيه عنه الموضوع جفاف الشعر نعم هلأ النقطة الرابعة بدي أرجع لها ونحكي به موضوع المسامية أيضا كيف منعوض أنه بطل فيه بروتينات تمسك الشعر فيه مواد حابسة للماء من أهم هاي المواد اللي هو المواد اللي موجودة بالمنتجات اللي احنا رح نحكي عليهم اليوم اللي هي مادة الهيال يورينك أسد أو حمض الهيال يورينك هلأ احنا ليش منحب الهيال يورينك أسد لا أكتر من سبب أول إشي هو حمض طبيعي موجود بشكل طبيعي داخل جسم الإنسان بمعنى إذا بتتخيلي وجه بيبي عطول شو بتتخيلي دائري منتفخ صح مشرق وبالتالي ناعم لما تلنسي هلأ إذا بتتخيلي وجه واحد ختيار زي حالتي مباشرة بتلاقي نوعا ما صار فيه شوية شحوب الحجم بلش يقل صار فيه وبطوات وبيبطل ناعم زي وجه البيبي الفرق بين التنين اللي هو الهيال يورينك أسد الهيال يورينك أسد شو بعمل هو بالضبط زي الاسفنجة كيف الوتكسة اللي بتكون موجودة بالبيت لما تكون ناشفة هلأ الوتكسة هاي بس تمسكيها بتكون خشنة بتكون رفيعا نوعا ما لكن لما تتعرض للمياه بتنفخ شكرا كملي كملي واحد بيصير الفوليوم تبعها أعلى عشان هيك الهيال يورينك أسد يستخدم كفلر فعليا داخل الوجه يستخدم طبيا عأساس انه يعمل فلر لانه احنا بنحطه جوه الجسم بمتص الماء فبنفخ لانه بيحمل مئات أضعاف وزنه من الماء فبالتالي بعد ما ينفخ بصير يعطينا هذا الترطيب اللي هو لازم فبلشتي كتير حلو أولا بيعطينا فوليوم حلو تانيا بصير ناعم وثالثا بصير مشرق لانه بصير في عنا سطح مستوي فبصير الضو ينعكس عليه بسلاسة هاي النقطة اللي أنا بدي أوصلها بصراحة الهيال يورينك أسد واحد من الأشياء الكتير منيحة احنا عرفنا نستخدمه لانه منتج طبيعي 100% ولما يكون موجود بالبرودكت اللي احنا عم نحكي عليها اليوم رح نحكي على أكتر من أوبشن موجودين فالهيال يورينك أسد بصير يمسك الماء يحبسه داخل الشعر فبعوض عن الترطيب المفقود بطريقة طبيعية جدا لفترة معينة عبينما مع الغسيل الشعر الملكر والآخر يطلع فبدنا نظلنا نستخدمه بهذه الطريقة طبعا هذه المنتجات الموجودة أمامنا يعني احنا بنعرف كل منتج أو كل مجموعة مسؤولة عن شيء معين فلو تشرح لنا أكتر عنها دكتور طيب برضه رح أرجع لجملة كثير حلوة حكيتها كل مجموعة مسؤولة عن شيء معين هلا احنا اليوم درر درر والله يعني يعني غادة خلاص أنا ما كان داعي أجل يوم من أساسه أخبدا دكتور لا استغناء النقطة اللي بدي أحكيها الستة زمان قبل 30 سنة كان عدد المنتجات أو الحلول اللي موجودة تحت إيدنا بصراحة قليلة نعم كاني أنا يا مثلا بحافظ على لون شعري الأشقر من إنه يصير أصفر فبالتالي بحط عليه صبغة فبنشف يا أما بعالجه من الترطيب فبالتالي بيخرب لونه هاي الأيام بصراحة الحلول صارت كثيرة ومتعددة يعني زي ما انتي شايفة احنا اليوم عم نمثل جماعة كشمير وعم نفرجيكم بعض البرودكس اللي موجود عندهم واللي هم هدايا لعيد الأم في عنا أكتر من أوبشن من الأوبشنز اللي موجودة راح تلاقي داخل كل واحد من هدول الباكيج في عنا إشي اسمه موستشور بلس لوشن اللي هو بيحتوي على الهيال يورينك أسيد وفيه ويبت كريم كليف إن فيه و سيليكون للنهاية على أساس يحمي الشعر من حرارة السشوار وإلى آخره هلأ إذا بتتابعي معي هون راح تشوفي هما الشامبو والكونديشنر اللي عم بتغيروه أوكي؟ يعني حققنا الترطيب حققنا السيليكون حققنا الهيال يورينك أسيد حمينا الشعر من حرارة السشوار من الفريزينيس وقعدنا له الترطيب بعدين إذا الشعر كان مصبوغ مثلا منستخدم له الكالر كير إذا الشعر كان بني منستخدم له برودكت فيه صبغة زرقاء إذا الشعر جاف جدا نستخدم له منتج شامبو وكونديشنر برضو فيهم الهيال يورينك أسيد وجفاف الشعر والدمج تبع الشعر وهكذا تمام يعني كل هذه المنتجات وكل هذه الأمور موجودة كعروض لمناسبة عيد الأم مضبوط وإيش في عروض أخرى تغششنا دكتور والله هو إحنا هاي المرة شوفي إحنا بشهر ثلاثة شغالين على شغلتين الشغلة الأولى اللي هو موضوع اللي هو الجفاف الشعر فبالتالي حتى من السيمبلزين برضو إذا بتابعوا صفحة كشمير راح تلاقوا عليها أكتر من عرض موجودين برضو السيمبلزين عم نحكي عن الـ H-Binfit and Moturizing اللي هو برضو فيه مادة الهيال يورينك أسيد بكمادة أساسية للعلاج الشغلة الثانية اللي منحكي عليها برضو دخليني أستخل على الصفحة وتشوفها اللي هو موضوع شهر ثلاثة وموضوع تساقط الشعر الكثيف جدا بصراحة أنا مستحل يوم أجي أحكي عن تساقط الشعر فقررنا حكينا منحكي عن الترطيب شكرا جزيلا لك دكتور وأكيد كل هذه المنتجات وأكثر موجودة بكل فروع كشمير وأكيد تقدر تعرفه أكثر من خلال الويب سايت الخاص فيهم شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا دكتور